اشتركوا في القناة دباسقات البلاد نزيف المدينة يومي ومع التحام الثوار مع ثوار زليتن زاد العبء على المستشفيات أكثر خاصة وأن زليتن هي الأخرى محاصرة الجرح الذين يتوافدون كل يوم كما ينزفون بجراحهم فإن المشافي تنزف من مواردها مع الحصار الخانق فإن النقص يتبلور ويزداد والمطالب والمناشدة كثرت لكن هل من مجيب صدى الصوت امتزج بماء البحر كغيث نزل من السماء قسم العناية به العديد من الحالات وهو مكتد بدرجة كبيرة من الإصابات التي تحتاج إلى عناية فايقة المستشفى يوجد به عدد أكثر من السعة السرية المخصة له مما اضطرنا إلى وضع بعض الحالات في الممرات الموارد والإمكانيات المادية والمستلزمات الطبية والأدوية الطبية في نقص شديد جداً كما أن هناك شغل متزايد ومتراكم على الأطباء بدرجة كبيرة نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والطبية بإرسال المساعدات الطبية والإنسانية إلى المدينة هو الإيثار ما أخرجهم دفاعاً على المطالب ومن جرح فما خرج به عاد معه إلى مشفاه وإن جاءت حالة أخرى فخطرها يحتم عليه أن يصبر على جراحه من ابتهالهم وصل إلى السماء قلته سفينة لبنغازي وآخرون دعاء أمهاتهم ينزل الصبر في قلوبهم وينسيهم الآلام لكن هل ستأتيهم سفينة تقلهم لدولة صديقة أو شقيقة لأن جراحهم خطيرة وآلامهم كبيرة لقناة ليبيا الأحرار أسليمان البيوضي أصراته ترجمة نانسي قنقر